السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما أيها الأحبة ما قامت به الحكومة السويذية وليس فردا إنما الحكومة السويذية عفوا من حرق للمصحف الشريف يعد انتهاكا واستفزازا هائلا للملايين من المسلمين هذه الفعلة التي باتت تتكرر بشكل مكثف مرة تحدث في أمريكا مرة في السويد مرة في هولندا مرة مرة وهكذا طبعا كل هذا بفعل السياسات الصهيونية فعل اللوب الصهيوني الذي يتحكم بالأوضاع في تلك البلدان هذا اللوب الذي يسعى ويمول استهداف كل ما يمط لديننا ولإسلامنا بصلة أيها الأحبة قام أحد رؤساء الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا وفي السويد بالتحديد بحرق نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة السويدية والدعوة التي قالوا بها هي ممارسة الحريات الشخصية ترى هل تعد هذه السلوكية المشينة نوعا من الحرية أم هي جريمة ممنهجة هذا موضوع حلقتنا بهذا اليوم التي حملت عنوان حرق القرآن الكريم هل أكل العرب لحم الخنزير معكم أنا علاء فاضل ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم الأجرش وفي الإخراج أحمد سلام أيها الأحبة كما اعتدنا نقرأ مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع مقالنا الأول حمل عنوان الغرب يخططون لتشريع قوانين تذل المسلمين في بلدانهم الشيخ الدكتور محمد علي الدليم الغرب يخططون لتشريع قوانين تذل المسلمين في بلدانهم الشيخ الدكتور محمد علي الدليمي تتحمل السلطات السويدية مسؤولية تكرار الإساءة للمقدسات الإسلامية واستفزاز المسلمين حول العالم والمجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم مطالبون بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية إن السماح لهؤلاء المجرمين بتكرار الاستفزازات يعيق جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب لأنهم يجرون الآخرين للعنف ويزرعون العداوة بين المجتمعات إن حرق المصحف الشريف تحت أنظار السلطات الأمنية الأوروبية تحت مسمى حرية تعبير عمل مدان بكل المقاييس ونتساءل ماذا لو تم حرق علم الشواذ أو إنكار الهولوكوست حرية التعبير وحقوق الإنسان مجرد مصطلحات يستعملها الغرب وفق مصالحه ولا وجود لها حقيقة مرحبا بكم مرة أخرى وانضموا معي للترحيب بغيوف الأكارم الأستاذ حسين الكناني رئيس منكز الهدف للدراسات السراتيجية الأستاذ إبراهيم الجابري الباحث والكاتب في الشأن السياسي مرحبا بكم ضيفين كريمين أستاذ حسين إحراق كتاب الله تبارك وتعالى في أمريكا في عموم أوروبا باتت عملية تتكرر باستمرار كلما واحد ضاج لزم القرآن الكريم وأحراقه هذه الممارسات التي باتت تتكرر بشكل متتابع في أوروبا وأمريكا نحن بدورنا نتعل ليش هذا التكرار وبهذه التوقيتات يعني ليش بالأون الأخيرة باتت هذه الأفعال تتكرر بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولي ضيفك الكريم سيد إبراهيم ولمشاهديك الكرام طبعا هذه لم تكن صدفة أن مسألة التكرار هذه المستمرة لحرق المصحف الشريف وبصورة عامة يأتضى من سياق استهداف الإسلام ومحاولة أن يظهر الإسلام على مستوى العالم على أنه دين للإرهاب وحاضن للتطرف ودفع المسلمين باتجاه التطرف والممارسات المختلفة طبعا نتيجة ردود فعل من خلال التضييق ومن خلال الاستهداف المستمر للمسلمين كأشخاص من خلال التمييز العنصري أو استهداف الرموز الدينية أما تأتي عبر استهداف المراقد المقدسة أو استهداف المصحف الشريف أو الرسوم المسيئة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وباستمرار هذا يأتي ضمن كما ذكرتم أنتم أنه يأتي ضمن لوبي صحيوني يحاول على محاربة الإسلام وتأتي ضمن الحرب المعلنة ضد الإسلام والمسلمين يعني سيد حسين كأنك تريد تقول بأنها فخ وضع للمسلمين لاستدراجهم ودخول للدخول في منطقة التطرر نعم محاولة يأتي ضمن سياق المواجهة والحرب المعلنة ضد الإسلام والمسلمين والرموز الدينية القرآن والمصحف والمساجد أي شيء يأتي يعني يمس المسلمين ويمس مشاعرهم ومعتقداتهم من أجل دفع هؤلاء المسلمين أما للتضييق عليهم وبالتالي نلاحظ محاولة الكثير يعني أن لا يظهر معتقداته بشكل واضح وصريح خوفا من التمييز العنصري العقائدي بالأضافة للتضييق والممارسات التي قد تعرض حياة المسلمين في منطقة ما للخطر نتيجة الإعلام المركز على أن هؤلاء المسلمون يأتون ضمن هذه المجتمعات أو التجمعات في منطقة ما من أجل تدفعهم إلى زاوية هذه الزاوية عادة ما تكون متهمة بالإرهاب ومتهمة بالكثير من الأشياء التي هم بعيدوا كل البعد عنها من أجل خلق حال عامة تبرر السياسات الأمريكية أو السياسات المتبعة التي تأتي ضمن هذه السياق عندما يظهر الإسلام على أن فئة متطرفة إرهابية يأتي المشرع الغربي أي سواء كان أمريكي أو آخر يأتي يشرع لهذه الممارسات من أجل استهدافهم من أجل السيطرة على مناطقهم من أجل إخضاحهم سياسيا وسيطرة على ثرواتهم تأتي ضمن مشروع كامل ومتكامل يأتي ضمن مشروع السيطرة على مناطق الدول الإسلامية وقرارات السياسية لهذه الدول السيطرة على ثرواتها بالإضافة محاولة الخوف من فسح مجال أمام المسلمين والمعتقدات الإسلامية من ممارسة شعائرهم بكل حرية وبكل أريحية وأن تظهروا الصورة الحقيقية للإسلام أمام هذه الدول الغربية وأن أجلهم في ذلك فئة من المسلمين ربما اللي يطلق عليهم بالوهابية جناب السيد إبراهيم مرحبا بك مرة أخرى الولايات المتحدة الأمريكية براحة تسوي محاور تقول هذا محوار للشرق هذا محوار للخير هذا محوار للبطاطاة هذا محوار للطماطاة هذا الريف مول ترى العرب والمسلمون هل بإمكانهم أن يشخصوا محورا يزجون فيه السويد كمحور للشرق بداية بسم الله الرحمن الرحيم أتقدم بالشكر الجزيل لكادر القناة ومقدمها المتعلق الأستاذ أبو خريفة والأخ الضيف الأستاذ أسنان الكناني على ما أبدأ وأثرى في هذا المجال حقيقة فيما يرتبط بهذا الموضوع وهذه المسألة المهمة أن القرآن كما هو معروف وهوية للشعوب الإسلامية والشعوب العربية وهذا الاستهداف إنما هو استهداف هوية وليس استهداف مكون بل هو استهداف هوية جمعت تقريبا ثقافة شعوب مختلفة اللهجات ومختلفة السلوكيات هو تقريبا أنه ضامن لهذه الهوية الثقافية وكذلك التشريعية أضف إلى أنه القرآن الكريم هذا هو كل شيء يمثل لدى المسلمين يعني هذه حرب على كل شيء لما تكون تبدأ أو تستهدف القرآن الكريم فهي بمعنى حرب كل شيء على كل شيء لدى المسلمين الولايات المتحدة الأمريكية تمحورت كثيرا ضد القضايا العربية والإسلامية على مر التأريخ فعندها حقيقة نقاط غير عادلة في الحرب ونقاط كبيرة مثلت عدوانا واضحا سواء ما يرتبط بالجانب العسكري أو بالجانب الثقافي أو بالجانب الفكري فدائما ما تلتج أوروبا إلى التحالف مع أمريكا بقصد أنه ضرب المقدس أو الرمز الثقافي السيادي لدى العرب والمسلمين نحن نعتقد أن القرآن الكريم هو رمزا سياديا يعني حكاية حياة الشعوب خصوصا في الشرق وخصوصا عند المسلمين يعني كأنك تقصد أنت استهدافهم لجذر الثقافة الإسلامية بكل تفصيلاتها أحسنت لأن القرآن هو كل شيء وهو كل التفصيلات في حياة الفرد والجماعة نعم سيد حسين هذه الجريمة التي أقدم عليها تحت أنظار الشرطة السويدية وفرت لهم الحماية وحالة دون الجماهير ودون المجرم الذي قام بهذه الفعلة النكراء ترى لو أن مسلما أنكر الهولوكوست نعم أو قام بإحراق علم المثلين هل سيعد هذا أيضا ممارسة لحرية الرأي؟ الغرب وبشهادات كل من عاش في تلك المناطق والدول وعاشرهم يعني يشخص بشكل واضح مسألة التمييز العنصري الذي عادة ما يستخدم والتمييز العنصري في لغة الأوروبيين سواء كانوا أمريكان أو غيرهم يعني أنواع وأنماط متعددة ومختلفة وقد لا تصل النوبة إلى أي فئة قد تكون مستثنات من مسألة التمييز العنصري وأيضا النفاق بشكل واضح عندما تتعلق القوانين وتفسير هذه القوانين لصالح فئة ما يعني عادة ما تكون مرجوحة أو راجحة على غيرها سوف يتم تفسير القوانين لصالح هذه الجهة وعندما يكون القانون لصالح جهة المستهدفة لا يتم العمل بهذا القانون ويضيق على الموجودين في تلك المناطق بصورة أو بأخرى مسألة حرية الرأي وحرية التعبير هي تتناقض مع ما يقوم به من عملية إحراق باعتبار أن هناك فئة معينة وكبيرة يعني عدد المسلمين في العالم أكثر من مليار ونصف يعني أو أكثر ومن هنا نعتقد أن مسألة استهداف معتقداتهم بهذه الصورة هو يناقض تماما ما تدعيه الدول الغربية بحرية الرأي وحرية التعبير وحرية المعتقدات وبالتالي لا يحق لهم استهداف المسلمين واستهداف معتقداتهم وحرق المصحف بذريعة أنه شخصا ما يقوم بالتعبير عن رأيه الخاص هذا يتناقض ويعارض ببقية المسلمين في العالم سواء كانوا في أوروبا أو خارج أوروبا يقول أن حريتك تنتهي عند حدود حق الآخر بالتالي هي معارضة بهؤلاء المسلمون ولا يحق لهذا الشخص أن يستفز هؤلاء أيضا نلاحظ هناك الكثير من القضايا أوروبا لا تسمح بالتعبير بشكل واضح عن رأيه في حال أنه يتعارض مع رأي جهة ما أو حكومة ما وبالتالي تمنع حتى في قوانين المحلية كثير من هذه القوانين تمنع المواطنين من التعبير عن رأيه إما بانتقاد حكومة بشكل علني ليس كما نحن الآن يعني في بعض الدول يمنع المواطن من أن ينتقد الحكومة وينتقد الرئيس بشكل واضح وبشكل رسمي وأمام الناس أيضا هذا يعارض بنوع من أنواع الكشف عن النفاق الذي تتمتع به هذه الدول أنا أقرأ أن هذه العمليات المستمرة كما ذكرت قبل قليل أنه هذا يأتي ضمن سياق المواجهة محاولة قدر الإمكان التلاعب بالقوانين لصالح هذه الجهات وأيضا محاولة استفزاز المسلمين بصورة عامل الأستاذ حسين الكناني الأستاذ إبراهيم الجابري أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معيلي نقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان تكرار ظاهرة حرق القرآن الكريم ما علاجها الكاتب علي الخالدي تكرار ظاهرة حرق القرآن الكريم ما علاجها الكاتب علي الخالدي إن هذه الأفعال موجهة ضد الإسلام والمسلمين فقط ولم توجه ضد المسيحية والكنيسة أو اليهودية ولم نجد إدانة دولية لها ولا حتى ردات فعل شعبية غربية انتجاهها وهذا ما يؤكد رضى شعوب الغرب بأفعال حاكميها يبدو أن علاج هذه الظاهرة يكمن بمقاطعة فعلية صادقة وليس بالشعارات والبيانات من قبل الدول الإسلامية بالتعامل مع تلك الدول مسؤولية الرد تقع على الجماهير المسلمة فهي لبنة ونواة وشرارة النار التي تحرق المتجبرين بمقاطعة تلك البلدان الإرهابية الظالمة للإسلام والتنديد بأفعالها المسيئة عبر مهرجانات ومسيرات كبيرة تجوب المدن التي يتواجدون فيها وملء مواقع الحضور الاجتماعي والإنترنت بحقيقة الإساءة للإسلام ومقدساته التي هدفها حماية الإنسان مرحبا بكم مرة أخرى وأجد الترحيب بضيوفي لألكعلم سيد إبراهيم لو نتصور أن المسلمين قاموا بعملية إحراق الإنجيل وهم لن يفعلوها مطلقا لأن هناك حائل ديني يحول دون ذلك لكن لو فرض المحال كما يقال ليست بمحال لو برضنا أنهم قاموا بذلك فرح تسكت هذه المنظمة الأمم المتحدة منظمات حقوق الإنسان منظمات تقريب بين الأديان الدول نفسها التي تدعي بحرية التعبير هل ستسكت؟ حقيقة في هذه المسألة أحنا وجدنا ولمسنا حقيقة على طوال التاريخ أن الدوائر الثقافية والحكومية الغربية والأمريكية دائما ما أنه تنظر بعين عوراء لهذه الملابسات والحوادث التي تكون دائما في كفة الشعوب الإسلامية والعربية إذا صدر الذنب حتى إذا كان بسيطا صغيرا من المجتمعات العربية أو الإسلامية يضخم يوضع تحت دائرة ترخيم كبيرة بينما ما يعترج في صدورهم وما هو موجود في يومياتهم كشعوب دائما تعاد الإسلام طروحات الإسلام والتي ربما هي تعيش حالة الانفعال بالتصور الوهابي للإسلام الذي لا يحكي الإسلام حقيقة فهم يبنون دائما مشاهدهم وإساءتهم المتكررة للإسلام بناء على نظرية الوهابية التي تحاول دائما أن تقدم نموذج الإسلام المشوى نحن نعتقد أن المسلمين دائما ما يربون بأنفسهم عن المقابلة بالمثل لأنهم يحترمون كل الديانات يحترمون كل الثقافات وكل ثقافات الشعوب السائدة الموجودة لا يمكن تصور أنه رد فعل من المسلمين لا يتوافق أو لا ينسجم مع مبدأ العقلائية أبدا لأننا إسلامنا دائما يدعو إلى الردود المدروسة الردود المعرفية ولكن أبسط شيء هو الاحتجاج يقدم يمارس الاحتجاج أو مثلا أنه استدعاء القائم بالأعمال السفارة مثلا يقدم له هذا على مستوى المفروض حكومة تقوم به هذا في جانب الإسلامي أقول أقول هل كانت الأمم المتحدة ستسكت؟ الأمم المتحدة نعم ستسكت لأنها دائما تنظر إلى الأشياء بعين عوراء بعين واحدة لا يهمها القضايا العربية والإسلامية أكيدا وتاريخا تبت نعم سيد حسين طبعا ما سمعنا صوت للفاتيكان باب الفاتيكان اللي يتحزم وإجا يركض حتى يروج للإبراهيمية الجديدة لكنه لا بيان استنكار ولا شجب شون القضية؟ التعامل مع القضايا الإسلامية كما ذكر الضيف هو تعامل أعور وبالتالي هذه القضايا لا يتعامل معها بجدية على العكس يتم تبرير هذه الأفعال وتدرج ضمن كما ذكرتم أنتم ضمن حرية التعبير وحرية الرأي الغريب هو ما هي الغرض من هذه الأعمال؟ يعني ما هو الفائدة المترتبة؟ بعد جدك أنا بس أركز على المسئولية المسئولية التعامل بمسئولية من قبل باب الفاتيكان بوصفه المرجع الأعلى بالنسبة للمسيحيين في العالم لا يتعامل مع المسئولية حتى على المستوى الإعلامي ليس على المستوى باعتبار مرجعية دينية بالنسبة للمسيحيين كان من المفترض أن تكون هناك إدانة من قبل هذه المؤسسات وهذه المرجعيات سواء كانت دينية سياسية حتى على مستوى الأمم المتحدة لابد أن تقف لأن هذه التصرفات ممكن أن تدفع بالمجتمعات نحو التطرف ونحو ردود أفعال غير محسوبة أنت ذكرت قبل قليل ماذا لو فعل المسلمون هذه الاستفزازات طبعا مسئولية المسئول سواء كان مسئول سياسي أو مرجعيات دينية وعلى آتقهم مسئولية دينية منع المجتمعات من الذهاب باتجاه التصادم والاقتتال والمحارمة وهذه الأفعال تدفع بهذه المجتمعات نحو التصادم ونحو الاقتتال ومن هنا نعتقد أن هناك غرضا سياسيا وليس أخلاقيا وليس دينيا حتى عادة ما تكون الأديان بغض النظر عن صحتها وعدم صحتها لابد أن تكون متقاربة على الأقل لأنه الهدف واحد هو عبادة الخالق ومن هنا على المرجعيات الدينية وعلى المسئولين عدم السماح لتكرار مثل هذه القضايا لأنه كما ذكرنا هذا استفزاز والاستفزاز ممكن أن تكون هناك ردات فعل خطرة على المجتمعات لكن الغطاء السياسي والإعلامي وتسليط الضوء نحن نلاحظ هناك تغطية إعلامية كبيرة عندما يرتكب مثل هذه الأفعال سواء التي تستهدف القرآن الكريم وتم حرقة أكثر من مرة وكيف تتناوله الفضائيات على أنه خبر أساسي يتم تداوله على مستوى فضائيات ووكالات أخبار كبيرة أو تلك التي تسيء للرسول الأعظم من خلال الرسوم المسيئة أيضا نلاحظ هناك ماكنة إعلامية كبيرة تروج لهذه الأفعال وتدرجها أيضا من خلال وهو الذي يشيء بأن وراء كل هذه هو الكيان الصيوني أنا أعتقد أنه هناك أكثر من جهة وراء هذه الأفعال قد تكون هناك مصالح مشتركة الكيان الصيوني واللوب الصيوني محاولة ظهار الإسلام على أنه إسلام تطرف ومن خلال هذه الممارسات محاولة التضييق على المسلمين واستهداف معتقداتهم الضعف السياسي من قبل الدول يعني نحن نلاحظ عدم وجود ردات فعل تنسجم مع حجم التحدي يعني الكثير من السياسيين وحتى على مستوى رجال الدين لابد أن تكونوا طبعا الأذن المسؤولية لا تتعلق فقط في رجال الدين هذه المسألة تتعلق في كل المسلمين يعني سواء كان هذا المسلم عربي أو غير عربي هذه المعتقدات الإسلام بصورة خاصة وبالتالي لابد أن كما ذكر الكاتب أن هذه المسؤولية تقع على كل المسلمين كل هؤلاء المسلمون يجب عليهم أن يتصدوا وأن تكون هناك مواجهة حقيقية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال كما ذكرت هناك أكثر من طريقة لاستهداف المسلمين وعدم وجود ردات فعل سواء على المستوى الرسمي السياسي أو على مستوى الشعبي الجماهيري يعني نحن نستغرب عندما يقف ويعترض الكثير من المسلمين وتخرج تباهرات وبعدات كبيرة على قضايا أعتقد هي أقل أهمية من هذه القضية لكن نلاحظ عدم وجود ردات فعل شبه معدومة على مستوى الكثير من الدول العربية والإسلامية سننا نقش في هذه الإجراءات اللازمة التي يردع مثل هذه الأفعال للمشيين أستاذ أراهيم العداء للإسلام المجاهرة بالعداء للإسلام كأنه صار واحد من المستلزمات فوز المرشح أو دعم حكومة أي حكومة غربية هذا الشيء أشغل لنا حقيقة هذه الأساليب التي دائما ما تستخدم في الشارع الغربي تقريبا والأمريكي وهو ربما يلبي طموحا وهذا الطموح ربما متجدرا أكيد بكل تأكيد لدى الدوائر الاستعمارية أو اللوب الصهيوني في تلك البلدان وهذا ربما يؤشر إلى أنه حجم الاستغلال الفكري والاستغلال ربما العسكري الذي نشأ في منطقتنا عموما في الشرق الأوسط وهذا ربما يكون يعني شلون اللي نسميه عملية صبة الغذاء الأولى التطعيم أو الطعم الذي يجلب به الناخب لمحاولة إرضاء الناخبين للانتقام من الإسلام ومن المسلمين محاولة الانتقام من الإسلام ومن ثقافاتهم التي بدأت تسود تقريبا وتنتشر في ربوع هذا العالم لما له من قابلية أنه الاستطالة والوصول إلى عمق النفس الإنسانية لإنسانيته ولتشريعاته المهمة في هذا الميدان نعم طيب يعني حكومة السويد وغيرها من الأنظمة الممولة من اللوبي الصهيوني التي لا تراعي للإسلام شيء بالمطلق ما هي السبل المواجهة ليس للمسلمين يعني في خضم هذه القول تقريبا أنه الغير متكافي سوى أنه منطق العقل وتقنين الاحتجاجات وعقلنة الاحتجاجات وهذا ربما لباسهم يتبنوا قضية يعني تعتقد أنه منع بعض الحكومات التي شهدت مجتمعاتها تظاهرات اعتراض أمام السفارات السويدية نعم يعني تعتقد أنه مثل هكذا حد من حراك الجماهير هذا يعد فضيلة يعني هذا فاعلا تقريبا فاعلا ولا بأس به ولو في الفترة يعني الحالية والمعاصرة أن تكون يعني لباس أو درع لمحاولة التصدي لهذه التحكمات القاسية حقيقة على الإسلام والمسلمين سيد حسين نفس السؤالة توجهني ما هي سبل المواجهة للحد بل لمنع مثل هكذا سلوكيات نحن ذكرنا قبل قليل ضمن هذه المواجهات نعم نعم لابد أن أولا ابتداء لابد المسؤولية تقع على الجميع بل يستطيع على الجميع أي مسلم أن أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم هذا حديث للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبالتالي المسؤولية تقع على المكلف سواء كان عربي أو غير عربي صغيرا أم كبيرا هذه جهة جهة الأخرى الجهات المسؤولة الجهات الرسمية أيضا المسؤولية تتعلق بهم ابتداء باعتبارهم مكلفين ولابد وأيضا مسلمين لابد أن يتم الدفاع عن الإسلام وهذا موقف ومن جهة أخرى باعتباره هو في موقع المسؤولية لديه الكثير من أوراق الضغط لديه كثير من طرق الضغط على هذه الحكومات والغريب أن هذه الدول إسكندنافية يعني الغريب من معاداتهم بشكل واضح ومتكرر نلاحظ أنه عادة ما تكون في الدنمارك أو السويد أو النرويج مثل هذه الأفعال مع العلم هذه تعتبر من أكثر الدول استقطابا للمسلمين واللاجئين ولديهم مساحة كبيرة ومستفيدو وقد استفادت هذه الدول من هؤلاء المسلمين بشكل كبير إنعكس بشكل إيجابي على اقتصادياتهم وما زالت حقيقة يعني ما زال هؤلاء المسلمون يتمتعون بالكثير من الامتيازات في هذه الدول لكن نلاحظ هذا الفعل الغير مبرر إما كما ذكرنا أنه معارض بحرية التعبير أو بالحرية التي يتمتع بالكثير من هؤلاء اللاجئين في تلك المناطق أو كما ذكرت أنه هناك جهات تحاول التضييق على هؤلاء نوع من أنواع التزاحم والتدافع في هذه المناطق وبالتالي أظهارهم بهذا المظهر الصعب حقيقة باعتبار أنه أي إنسان أي مسلم لا يستطيع أن يبقى متفرج ولاحظنا بعض ردات الفعل أنه الكثير من هؤلاء المسلمين قاموا باستهداف حتى سيارات الشرطة باعتبار أنه كانت هناك حماية وفرت لهذا من قام بهذا الفعل قد نقلنا أن الحكومة فيديو أقدر وكانت ردات الفعل أنه الكثير من هؤلاء المسلمين قد حرقوا حرقوا كثير من سيارات الشرطة ردت فعل على هذه الأفعاد أستاذ حسيني كناني والأستاذ إبراهيم الجابري أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان القرآن في الصدور قبل القرطاس الكاتب سامي جواد كاظم القرآن في الصدور قبل القرطاس الكاتب سامي جواد كاظم حركة سترام كورس اليمينية التي يقودها الدنماركي السويدي راسموس بلودان قامت بحرق القرآن وهذا الفعل شنيع والغاية ليست حرق القرآن فقط بل إثارة فتنة يكون المسلمون طرفا فيها حتى يلتفت الإعلام الأعور إلى ما يقوم به المسلمون دون النظر إلى المتسبب قبل 13 سنة عندما حاول قص أمريكي حرق القرآن نددت واستنكرت المرجعية هذا الفعل الشنيع ولكنها في الوقت نفسه نصحت وحذرت المسلمين من ردة فعل عنيفة على هذا التصرف الفضيعة لأنها تعلم ما سينجم عن هذا التصرف الذي تخطط له الصهيونية العالمية لأنها لا تريد للعالم أن يعيش بسلام لذا تعمل على المساس بعقائد المسلمين ليكونوا وقود الفتنة مع الحكومات المسيحية وتجني التمار الصهيونية مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى وأجدد ترحيبي بالأستاذ حسين كناني رئيس مركز الهجب والدراسات الأستاذ إبراهيم الجابري الكاتب والباحث في الشأن السياسة أستاذ إبراهيم ستوكهول كثيرا ما تحتضن مهرجانات أجلكم الله المثليين تقيم لهم المهرجانات السنوية وتفتح الشوارع للاعتفاء بهم وما إلى ذلك ماذا لو جاء أحد الشبان المسلمين وأحرق عالم المثليين في ستوكهول في ستوكهول عاصفة مملكة السنوية يعني أكيد أن هذه الدولة هي حاضنة لهذا الفكر الشاذ وهي راعية له وبالتالي تعتبر أنه هذا جزء من منظومة الاجتماعية لكن على تقدير أنه هذا السلوك المنحرف عند ثلاثة أرباع الكرة الأرضية بدياناتها بسلوكياتها بوعيها لكن حينما تجد أن مسلما يندد بهذا السلوك المشين تنقلب تقريبا كل دوائرهم كل إعلامهم ويتوجهون بالضد اتجاه الفكر التصحيحي لمن يقوم بذلك أنا حقيقة أستغرب أن القوانين السويدية وغيرها المفروض تكون راعية للفكر الآخر مفروض تكون هذه حاضنة للفكر الآخر منمية للجوانب الاجتماعية لأن هذه ثروة حقيقة الفكر ثروة وإذا كان فكرا هادئا ذا ألوان باسقة وواضحة يجب أن ترعاه لا أن تحاول أن تندد بمنظومة فكرية عظيمة هائلة الأفكار ومن ثم ترعى سلوكيات حقيقة غريبة على وعي الإنسان ووعي المنظومة الآدمية اللي هو أمثال المثليين وما شابه ذلك حقيقة لو أن قدر للمسلم أن يحتدي على علم مثلا كما حصل أنه اتفاقات دولية حصلت كبيرة في بطولة كأس العالم عدم المساس بعلم المثليين وما شابه ما هذه الازدواجية الكبيرة والمقيتة في قضية مجرد ما أن منعت شعارة المثليين قامت الدولة قامت القيامة القوانين تجرم الاعتداء فأعلم أيها المسلم يا أيها العصب الحي الشباب الحي شباب المسلم أن دينك مستهدف قرآنك مستهدف عملية وعيك مستهدف أرجو أن تقوم باحتجاجات سلمية تراعي فيها الانضباط والعقلانية في دفع هذه الشرور السلوكية سيد حسين طبعا لا شك أن كل النظريات النظريات الاستراتيجية التي يضعها مفكرون الغرب والأمريكان بشكل ربما خاص كلها تشتغل ماك وحدة تركان على جهة ربما يؤجل الأمل بها وهكذا يبدو أن صدام الحضارات في إرهاصات البدء في العمل به يعني ويبدو أنهم يحاولون وضع نهاية قصرية للتاريخ ما لا تقول يعني قد يكون إجماع المفكرين ويكون مراكز الدراسات والباحثين وأي إنسان يعني يتمتع بذرة تأمل واستقلالية يجزم أنه هناك صهيونية عالمية وراء هذه الأفعال من أجل ضرب الإسلام بالمسيحية وهذا أيضا ما أشار إليه الكاتب الغرض منه وما زالت مستمرة طبعا هذه المنظمات الصهيونية هي تحاول أن تدفع العالم نحو المواجهة ونظر له الكثير سمي بتصادم الحضارات ونهاية التاريخ الكثير من القضائق يعني قاصد إثارتها بوصفها الأوريات استراتيجية تم التنظير إلها والدفع باتجاهها باعتبار أنه كما ذكرنا أن الصهيونية العالمية هي من تقوم بهذا الفعل من أجل أن يتمتع الكيان الصهيوني أو اليهودية العالمية بإنشاء دولتهم الكبرى من خلال القضاء على المسلمين وإضعاف المسيحية وبالتالي لا نرى أي انتقاد لليهودية وإلا ما هو تفسير أنه المسيحيون فقط هم من يقومون بحرق هذا المصحف والمتكرر يجعل في الواجهة الدفع بهم بالواجهة الدفع بهم وحتى التحريض يعني هسنت الآن عندما تسمع وتشاهد عندما يدفع الكيان الصهيوني بالولايات المتحدة وكذلك بعض الدول العربية للمواجهة مع الجمهورية الإسلامية مثلا وكأنما الأمر لا يعنيها ولديها غرض أساسي بإظهار الجمهورية على أنها العدو الأول والأخير للدول العربية حتى تكون هناك حربا بين الجمهورية الإسلامية والدول الإسلامية الأخرى العربية وبالتالي هذا أكثر من جهة الهدف هو واحد والغرض واحد أنا ردت أروح وين؟ أروح باتجاه الصدام الحضارات اللي قال به هنتكتون سامويل هنتكتون نعم يبدو كأن الأمور سائرة باتجاه تنفيذ هذا التصور أو هذا النمط من التفكير وضعت الجمهورية الإسلامية بوصفها الممثل الأوضح الأكمل للإسلام لم تضع لا سعودية ولا غيرها ولا تركيا باعتبار أن هاتين الدولتين يمكن أن تمطط قضية المبادئ والقيام الإسلامي إلا أن الجمهورية الإسلامية صادمة صامدة ومصررة على الإسلام لذلك أقول ربما هذا مقدمة لشن حرب على الحضارة الإسلامية بشكل آخر أنا أعتقد أن المواجهة حتمية نعم نحن ذاهبون إلى مواجهة حتمية فقط مجرد التوقيت يعني هذا الأسلحة هذه أسلحة الدمار الشاملة التي تصنع في الكثير من الدول الأسلحة النووية الأسلحة المدمرة الانقسامات الحادة بين الكثير من الدول قطعا سوف تكون الكثير من الدول العربية منتمية إلى محور ما على الأقل سوف تكون ساحة للكثير من هذه المواجهات ويجزء من الصراع ليس الإسلام فقط هو من أو المسلمين هم طرف في الصراع وإنما ثقافات أخرى ودول أخرى كثيرة سوف تكون ضمن هذا الصراع في نهاية المطاف أعتقد أنه هناك الكثير وهذا عودة على ذي بدء أنه هناك جهات تدفع إلى هذه المواجهة لأغراف حقيقة يعني منحرفة وفكر منحرف يدعو ويدفع بالمسيحيين والمسلمين نحو المواجهة أو حتى الكثير من يعني نحن نستغرب أنه الكثير من الدول تقف أمام الحروب الأهلية يعني الطائفية في الكثير من المناطق يعني في الكثير من الدول تكون هناك مواجهات سواء في مناطقنا في المناطق العربية والإسلامية أو حتى في أوروبا عندما نجد هناك صراع أو حرب أهلية بين البوسنة مثلا بالبوسنة والهرزك مثلا نلاحظ أنه هناك جهات دولية تقف وراء هذا الدفع وهذا التشضي للمجتمعات من أجل الذهاب باتجاه المواجهة الحتمية طبعا لذلك نقول أيها الأحبة نقول أن القضية ترتفط يعني لا بالسلوك المباشر الذي يمارس إنما ما يستند إليه من جذر نتحدث عن استراتيجيات في الواقع تشتغل لا يكل ولا يمل منها استراتيجيات الولايات المتحدة والمجتمع الغربي كلها تتمحور حول العداء الحضاري العداء الحضاري للإسلام واستهداف الجمهورية الإسلامية هو في الواقع لا يمثل استهدافا لشعب أو لبلد إنما يمثل استهدافا لعقيدة الإسلام أيها الأحبة كتب معد البرنامج الخاتمة التالية ما بال العرب خنع أذلاء إنها مقدساتهم ولا ينبسون ببنت شفة يساء إلى دينهم ولا يثأرون تدنس أعراضهم ولا ينطقون يداس كتابهم ولا يتحركون يحرقوا قرآنهم ولا يستنكرون تداس مقدساتهم ولا يشجبون يرسمون ويصورون بعوضاع مسيئة ولا ينددون تعاد الأصنام والأوثان والمعابد الوثنية إلى جزيرتهم ولا يهتمون تفتح المراقص والخمارات في بلاد الحرمين ويفرحون تحتل أراضيهم وتنهب ثرواتهم ويتحكم عدوهم بهم وهم راضون ماذا حل بالعرب هل أكلوا لحم الخنزير حتى صاروا لا غيرة لديهم على كل شيء أستودعكم الله وإلى لقاء آخر